إدانة أصدرتها الحكومة العراقية إزاء الضربة الأمريكية على منشآت لكتائب حزب الله وجماعات تابعة له الضربة جاءت عقب ساعات من استهداف قاعدة عراقية تضم مستشارين للتحالف الدولي قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة مفخخة ويرى محللون أن الرد الأمريكي يأتي بعد تحذيرات عدة للحكومة لإيقاف الهجمات الصاروخية على القواعد التي تضم عناصر التحالف الدولي في العراق وسوريا دون تحقق ذلك رغم الوعود الحكومية المتكررة أمريكا حضرت العراق وحضرت الحكومة العراقية وسمت بعض الفصائل بالاسم لكن بقيت الحكومة العراقية عاجزة عن اتخاذ أي موقف تجاه هذه الاعتداءات كما تسميها الولايات المتحدة على قواعدها ولعل تصاعد الأزمة في غزة جعل من الأمور تنزلق أكثر فأكثر وهذه الضربات الأمريكية ليلة أمس ما هي إلا رسائل تحذيرية للعراق بأنه إذا ما وصلت هذه الفصائل قصف القواعد الأمريكية أو تغيير التوازل للقوة في المنطقة فإنها ستتحرك إلى ربما أشد من هذه التي حصلت ليلة أمس الضربة الأمريكية أسفرت عن مقتل منتسب وإصابة ثمانية عشر آخرين بجروح وفق البيان الحكومي الذي أكد أن الحكومة والقوات الأمنية تتعامل مع الهجمات على البعثات الدولية والمستشارين سياسيون وخبراء أمنيون حذروا من خطورة ما حصل ودوره في اتساع دائرة الصراع واثارها على مستقبل الاستقرار الأمني والاقتصادي في العراق استمرار التصعيد بين الفصائل المسلحة والقوات الأمريكية رح ينعكس بشكل سلبي على الوضع الأمني بصورة عامة بالعراق وسيحرج الحكومة بشكل كبير أمام استمرار الفصائل باستهداف القواعد الأمريكية وبالمقابل الرد من قبل الجانب الأمريكي على هذه الضربات باستهداف أيضا قواعد وذهاب شهداء وجرحى جراء هذا الاستهداف بعد موقف الإحراج والوعود التي قطعها سيد السوداني على نفسه بتأمين هذا الحماية وملاحقة بعض الفصائل التي تقوم بعملة استهداف تلك القوات المتواجدة في الأراضي العراقية لكن نرى بأن هناك ما زالت حالة عدم وضوح رؤية باستجماع قرار سيادي واحد حتى وإن كان لدى الحكومة رؤية برفض هذا الأمر ينبغي أن يكون هناك تعاون بين الولايات المتحدة مثل ما بنيت التفاهمات سابقا من جانب الآخر أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربة تأتي ردا على استهداف عسكريين أمريكيين هجمات متبادلة أظهرت تصاعد وطيرة الصراع إلى مستوى وصفه محللون بالخطيرة ما يستدعي دورا حقيقيا للحكومة والقوى السياسية لإيقاف تأثيراته على مستقبل العراق أسعد زلزلي الحرة بغداد